31 سيارة رفعت ورسلت إلى موقع الحجز و20 مخالفة نظفة عامة وإشغالات طرق حريرت و150 ملسقا تحذيريا وذعت على سيارات مهملة تمهيدا لرفعها هذه حصيلة حملة لرفع السيارات المهملة والمعروضة للبيع في الأماكن غير المرخصة بمحافظة العاصمة الحملة هذه ما جاءت إلا بتعليمات معالي وزير البلدية السيد فهد الشعلة وسيد مدير العام البلدية المهندس أحمد المنفوحي الحملة بشكل عام تختص الآن على المناطق الصناعية التي هي مثل الشويخ الصناعية ومثل شرق الصناعية طبعا لعدم ترك السيارات المهملة أو المعروضة للبيع الموجودة على الساحات والميادين التابعة لأملاك الدولة السيارة المهملة ترفع إلى موقع الحجز بعد ثلاثة أيام من وضع ملسق تحذيريا عليها فيما ترفع السيارة المعروضة للبيع في غضون 24 ساعة والاستعادتها وجب على صاحبها دفع غرامة مالية أهمية الحملات التي نشويها على مناطق محافظة العاصمة طبعا هذه نحن نطبق الغانون وتجي بنفس الوقت على الشغلة الجمالية التي هي نثر السيارات في الساحات المعروضة للبيع والمهملة والسكراب يتم إزالتها الحملة تنفذ طبقا للقرار الوزري رقم 190 لسنة 2008 في مسعى للمحافظة على المظهر الحضري وعدم إعاقة حركة السير على الطرق هذه الحملة تأتي في إطار مواصلة تفعيل دور البلدي الرقابي والمحافظة على النظافة العامة سنة لسنتي تلفزيون دولة الكويت